في الايام الحلوة وفي الليالي الخوالي وبينها هترجع تاني الايام الحلوة هترجع تاني الايام الجميلة اللي جمهور نادي الزمالك كان بيجتمع فيها على الفرحة والبهجة والسعادة السعادة بمكسب غالي مكسب ورا مكسب انتصار ورا انتصار ثقة ورا ثقة دعم ورا دعم حب والتفاف جمهور نادي الزمالك حوالين مجلس ادارته اعضاء جماعية عمومية فرق جماعية اسرة جميلة جدا في العالم كله اسمها اسرة الزمالك اسرة نادي الزمالك وشعب الزمالك فرحان في كل مكان امبارح كانت ليلة حلوة امبارح كانت ليلة جميلة ليلة جميلة لان الزمالك عد مطب صعب جدا من المطبات الصعبة في بطولة الدور المصري الممتاز بعد مباراة عصيبة جدا مع الفريق المحترم جدا فريق غزل المحل طبعا انا تابعت المباراة وتابعت امبارح للستوديو التحليلي وتابعت كلام الكابتن طارق هنا في قناة الزمالك وكل المحللين الكبار اللي اتكلموا على المباراة هتكلم معاكم عن المباراة هتكلم معاكم عن الفوز المهم جدا لنادي الزمالك يمكن انا قابلتكم من اسبوعين قبل العيد كل سنة وانتو طيبين يمكن انا كنت في اجازة علشان عيد القطحة المبارك وقلتلكم لو تفتكروا ان شهر يوليو كان معاك كابتن جماعة عبد الحميد مهم جدا لنادي الزمالك حتى هو وصف ويومها بانه يوليو الابيض ان شاء الله على نادي الزمالك وجمهوره مجلس دارته استنادا على ان هو ربط ما بينه ما بين شهر فبراير الابيض في برضو الايام الخوالي الا انا شام مرحتها شام مرحتها شام مرحت الفرحة بس الاهم ان انت ما تفرطش فيها اصلا طبيعي الطبيعي ان انت تكسب والطبيعي على فكرة ان انت تاخد الدوري والطبيعي ان انت ما تستناش حتى هدايا من الاخرين طالما المصير بقى في ايدك طالما المصير بقى في ايدك الضغط انتقل على فكرة عليك انت كزمالكاوي او كعلى نادي الزمالك علشان كده انا واسط جدا في لعيبة نادي الزمالك وفي قدرتهم لانهما عدوا بنفس المطبدة وبنفس المشكلة اللذيذة جدا ديت ان انت ممكن انا بس انا مشكلة لذيذة ان انت ممكن تبقى انت المتصدر ويبقى وراك النادي الاهلي النادي المنافس القوي جدا اللي احنا طبعا كلنا بنحتارمه وبنحتارمه نفسته ولعب امبارح مباراة مع فريق قوي جدا هو بيراميز بس الضغط بقى على لعيبة الزمالك لعيبة الزمالك اللي خاضوا نفس الموقف لو تفتكروا السنة اللي فاتت وكان نادي الزمالك فاضله ست مباريات وما اصعبهم من ست مباريات وقتها والفال الحسن ان كان المحلة من ضمن الفرق اللي الزمالك لعيبها وكسب اعتقد ثلاثة وكان الاتحاد السكندري كان مطش صعب جدا في اسكندرية امام التوأم حسام ابراهيم والادارة الفنية لهم وشيبوا يوميها جاب جول تاريخي لو تفتكروا وظهر في مكان غريب جدا وكسب الزمالك ثلاثة بمط تاريخيين في السادسكندرية مطش الاسماعيلي في اسماعيلية بعد اما تعادل مع النادي الاهلي واحد واحد في السادسكندرية والهدف التاريخي الفخري دي من يوسف اللي كلاكيت تاني مرة يبدو ان هو كعبه عالي في مباريات النادي الاهلي واحرز هدف مؤثر جدا لبراميز زنبارح امام النادي الاهلي 2-0 ليه؟ والزمالك كسب بعد التعادل الاسماعيلي مع الاهلي 1-1 كسب 2-0 وبعد كده كان اعتقد ديجلا والسيراميكا والجيش اعتقد المباريات اخيرة ان ما كانش تخني الزاكرة خلاص الكلام ان الزمالك ولعبت الزمالك والكتيبة اللي موجودة ايا كان بقى مفيش قيد في لعيبة ناشئين في مدرب عبقاري اسمه فريرة في مشرف على الكورة زاكي جدا ويمكن انا اشدت بيه من اسبوعين وانا بقول لكم وما زلت على قناعاتي ان هذا الاكتشاف الجميل امير مرتضى منصور يستحق مننا كل تقدير واحترام لاننا في كل محادثاتي معاه وفي كل كلامي معاه لا يمكن اننا كاعلامي اخرج منه بمعلومة الا لو هو سيصرح بيها للاعلام او مصرح اننا اقولها او اعرفها خلي بالكم وده اللي ما كانش بيحصل في نادي الزمالك النهاردة بتكلم على مجلس ادارة برئاسة المستشار مرتضى منصور اللي مفيش سفينة بتمشي في عرض البحر واستأمواج عاتية ودي طبيعة الامور بالنسبة لنادي الزمالك المطباط مش عايز اقول يعني العراقيل احيانا كثيرة جدا اللي ممكن تتواجد في مسيرة الزمالك لازم لهذه سفينة من ربان ماهر شاطر زكي بيعرف ازاي يدير الامور واسط كل الظروف الصعبة جدا اللي الزمالك بيعد بيها علشان كده انا ما استغربتش من ان ربنا سبحانه وتعالى كرم نادي الزمالك مبارح برغم انه كان في خطر حقيق وعواد تقلق في مباراة المحلة بفضل جمهور عظيم جدا طبعا بفضل ليه سبحانه وتعالى في الاول توفيق ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول ثم بجمهور عظيم جدا جاء من القاهرة وجاء من المحلة وجاء من المدن اللي حوالين المحلة وراح ملعب المباراة بس عايز افتكر انا وانتم وعلى فكرة انا شفت الكلام ده من اعلاميين محترمين منتسبين او محسوبين على النادي المنافس اتكلموا على فكرة على المستشار مرتضى منصور في ادارته لهذا الملف ملف الجمهور وانه هو ازاي يوفر لجماهير نادي الزمالك اوتوبيسات تقلهم من القاهرة ومن نادي الزمالك ومجانا لحضور المباراة يا جماعة مهم جدا انت لو انت انسان ذاكي ممكن تبقى موزيع ذاكي ممكن تبقى عالم ذاكي ممكن تبقى مدرس ذاكي ممكن تبقى رئيس نادي ذاكي لان انت انسان ذاكي بتعرف تختار امتى تتكلم مع فريقك امتى تاخد قرارات مصرية تلعب دور مهم جدا الجمهور النهاردة اللي خل عواد مبارح يلعب مباراة من مباراة العمر اللي احنا مش هننسهاله مش هننسهاله المباراة ديت زي ما مش هننسهاله انا مسلا ماتش المصري السنة اللي فاتت ماتش دوري كان في استادة اسكندرية لو تفتكروا وصدوا ضربات جزاء وكسب نادي الزمالك او كان له دور مهم جدا في فوس الزمالك ببطولة الدوري مش هو قد انسى ده بالنسبة لمحمد عواد لولى الجمهور ده اللي هو كأنه هو كان اشبه بمطرب بيغني وبيتسلطن وفي يومه عشان يمتع اللي على المصرح واللي بتفرجوا عليه في المصرح انباراة كان محمد عواد كده بيمتع مصر كلها بصدات اسطورية وانا لو من المدير الفني المنتخب مصر بهذا المستوى محمد عواد هو الحارس الاول في مصر وده درس مش اقول لابو جبل للجميع اللي بيصبر بينول وربك سبحانه وتعالى اسمه العدل ولما بيطبق العدل ربنا سبحانه وتعالى بيكرم وده اللي عملوا على فكرة رئيس نادي الزمالك المستشار ممتدى منصور ازاي هقول لكم ازاي كان فيه اوقات كتيرة جدا جمهور الزمالك زعلان زعلان ليه يقول لك اصلي فيه لعيبة مش عايزة تنزل التدريب اصلي فيه لعيبة عايزة مش عارف ايه عايزة ايه عايزة ايه عايزة ايه بحكم قربي من ادارة نادي الزمالك ومن رئيسه فانا عارف حاجات كتيرة جدا بس ماينفعش طبعا ان انا اتكلم فيها وحافظ على لعيبة كتير جدا في اوقات كتيرة جدا بس فيه لعيبة ممكن ما بتطعسش وما بتتعلمش فبيضطر علشان خاطر في وقت ان الاوقات لابد ان يتدخل بمشرة جراع علشان يحافظ على المجموعة كلها لازم يطبق العدل على كابتن من الكباتن على نجم من النجوم على كل واحد فكر نفسه في وقت من الاوقات اكبر من نادي الزمالك ويمكن انا قلتلكو وبقولكو وهقولكو اي لعيب ارتدى قميص نادي الزمالك شرف ما بعده شرف اي حد عدى من جنب صور نادي الزمالك ولعب لنادي الزمالك فهو نال شرف ما بعده شرف النهاردة النادي اللي بيخليك نجم ويبقى لك مقامك ويبقى لك امتك النهاردة لو انت قصرت معاه نادي الزمالك لا يقف على احد انا ما بقولش الكلام ده على لعيب او اتنين علشان ما يبقاش كلامي قاسي وتاخدوا كلامي على ان هو قاس وتجاه احد اللاعبين الموجودين حاليا او قبل كده او هيجي بعد كده مفيش حد كبير عزمالك اصلا لان الزمالك هيفضل موجود سيرحل الجميع زي ما رحل الجميع ان كان على مستوى الادارة على مستوى اللاعبين على مستوى الكل لان احنا كلنا زيقولون زي ما بيقولوا احنا كلنا راحلين انما في الاخر بيبقى الكيان وجمهوره اللي هي اجيال وراء اجيال انا ابويا كان زمالكاو بالمناسب وعمامي زمالكوي وانا اطلع زمالكاو وابني زمالكاو وان شاء الله ربنا يدي له طوط العمر يبقى حفيد زمالكاو وهكذا والناحية التانية نفس الكلام اللي بيحبه النادي الاهلي نفس الكلام فالزمالك كبير بجمهوره الزمالك كبير بكل الملايين اللي بيحبوه في كل مكان في العالم انبارح انا بتفرج على حالة فرحة يا جماعة يا ريت لو تجيبونا الفرحة الجميلة ديت علشان شعبية الزمالك انا بزعل جدا ما حد يقولك ايه اصلي شعبيت يا جماعة احنا مش مسكين تعداد واحصى شعبية الاهلي شعبية كبيرة وشعبية الزمالك شعبية كبيرة شعبية كبيرة جدا لما انا شفت الاستقبال الحافل لجمهور نادي الزمالك قبل مباراة المحلس طب شرط خير قلت دي علامات المكسب ليه لانه انا صغير برضو في طنطة في احدى الفنادق او في احدى الفنادق يعني رحت زي زي الشباب الصغية ده كنت اظهر منهم كما كنت في اعدادية ولا حاجة وروحت الفندق الشهير اللي جنب محطة القطر اناك في طنطة واستنيت ايمانويل وجمال عبد الحميد واسماعيل يوسف عشان اشوفهم واشرف قاسم في موسم ديف مكاي لما الزمالك جيه لعب طنطة واعتقد كسب ثلاثة في ملعب طنطة كنت اتغير وكنت بقعد مع الجمهور ده في ملعب طنطة القديم اللي في شارع النادي اللي في نادي طنطة في قلبي نادي طنطة افتقرت كل ده اخلاص النواية والجمهور يوصلك لمرحلة بعيدة جدا كل ده بيتم ازاي؟ بيتم بحاجات كتيرة جدا منها العدل منها ان انت بتدي اللعيب حقه انبارح سمعت المستشار المرتضى منصور في تصريحات مهمة جدا انبارح تصريحات تليفزيونية هو بيتكلم على قصة المكافآت انت النهاردة بتدي اللعيب حقه بياخد مستحقاته في وقتها بياخد حقوقه في وقتها بياخد اللي هو يستحقه في وقته هو بيحس اللي هو كلعيب كورة انه هو بياخد حقه من النادي اللي هو بيخلص له بينتمي ليه فلما ان هذا المكافآت دي بتتضاعف بالنسبة للعيب مع الامطار الاخيرة من بطولة الدوري المصري فاعتقد ان ده قرار مهم جدا من رئيس نادي الزمالك المستشار المرتضى منصور في ايسال رسالة مهمة جدا للعيب نادي الزمالك ان المتشاط اللي جاية ما فيهاش طفريط ما فيهاش زار خصوصا بعد هدية غالية جدا من نادي بيرامز اللي انا بصراحة عامله مئة الف حساب نادي بيرامز فريق محترم او فريق بيرامز فريق محترم وعنده سكواد سكواد مهم جدا ولعيبة مهمة جدا بس احنا الزمالك احنا الزمالك